لا انا مش عايز تغذية صراحة انا عايز اروح الاشيال التغذية دي بص في البداية يعني انا هكلمك هكلمك عن بعض الحاجات كده ممكن تعمل ميوت للبتاع عشان تسمعني كويس يعني اه تمام اكيد راح اعمل ها انا راح اعمل ميوت لحالي كلاته بجلك هيك يعني اه وهيك يعني لا تمام يلا بسم الله الرحمن الرحيم في السلام بالبداية بس مثلا لو انا هتكلم عن موضوع التخسيس او السمنة في البداية لابد ان احنا نعرف ما هو سبب السمنة اللي موجود عندنا في البداية لان ممكن يكون السمنة السمنة ممكن يبلغها سبب مرضي ممكن مرض في القدرة الدراقية يسبب لنا مثلا وليكن السمنة اه تاني حاجة تاني حاجة برضو ممكن نتكلم فيها بشكل اساسي ممكن نقول الانيميا ممكن تبقى سبب برضو في زيادة الوزن اه انا طبيب تغذية بالنسبة للشخص اللي بيسأل بيقول دكتور اه تخصصك ايه ماشي انا دكتور تغذية جمعا اه تاني حاجة ممكن تبقى سبب ممكن ممكن الانيميا تبقى ممكن تبقى الانيميا سبب برضو في اسمنة وزيادة الوزن فلابود ان احنا برضو نعمل تحليل السور الدم كاملة علشان نتاكد ان احنا ما عندناش اه اه ما عندناش اانيميا لانا الانيميا زي ما احنا قولنا كده سبب في زيادة الوزن تاني حاجة ممكن مثلا للكم نتكلم برضو عن آآ نتكلم مثلا للكم نقص فيتامين دال او بيتامين بيتناشر ممكن يبساب في السمنة التي عندها فلابد ان احنا نتأكد برض ما هو بيتامين بيتناشر علشان نتائكد ان اه ما عندناش نقص فيه وللنا اي نقص فيه من سبب سمنة العاندنا بشكل مختصر كده علشان مش عزا تقول معك في موضوع التحاليل والتعفلة بذلك لابد ان احنا نعرف ما هو طبيعي ما هي طبيعة جسمي اللي كان سبب في زيادة الوزن عندي هل مسلا ولا يكون انا عندي امراض معينة من سبب السمنة عندي ولا لا لأ لابد ان احنا نتاكد من خلال الفحصات تمام عملنا هذه التحاليل عملنا هذه الاشياء ومطلعش عندنا سبب مرضي لهذا الامر ممكن يبقى سبب في التغذية او نمط الحياة الغلط او كده خلينا اتكلم معك عن اسباب السمنة المفرطة بشكل اساسي يعني همسك لك نقطة نقطة لاسباب السمنة المفرطة مسلا نقول الافراط في تناول الطعام السبب الاولاني بكل بديهي انا بقى اكل كتير بزيد بس برضو قلنا لو احنا عندنا خلال مرضي ممكن الخلال مرضي هو يكوني سبب في الزيادة اللي عندنا يعني يعني فانا فانا سبعدنا المشاكل المرضية لكن انا بنتكلم عن دلوقتي عن او توازن الطاقة اللي هي الطاقة المأخوزة من تناول الطعام بتساوي الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة لو الطاقة المأخوزة من تناول الطعام اكبر من الطاقة المستهلكة في النشاط والحركة تلقا هي انا يبقى عندنا سمنة لو اقل هتبقى عندنا نحافة لو عندنا سبات هيبقى اتفقنا يبقى اول حاجة لافراط الحاجات اللي بتسبب زيدة في الوزن بشكل ملحوظ وبشكل كبير جدا الوجبات السريعة كل يوم نجيب ديليفوري كل يوم نجيب ديليفوري دي انا عايش على ديليفوري دي انا ما ما باكلش هامل البيت اصلا. ده انا ما اعرفش امي دلوقتي يعنى انا اصلا خلاص حياتي كلها فالناس اللي عايش على الديليفري ببشرهم من امي ايدان هم عندهم زيادة في الوزن اللي لم يتخلصوا من الديليفري ويبدأوا يركزوا مع ماما في البيت ويشوفها بتعمل ايه? ويبدأوا يرجعوا لحضن ماما ويكلوا اكل البيت. ده كده ركما وايه. تاني حاجة بنتكلم فيها الطعام المقلي. المقليات احد اسباب السمنة عندنا. ثالث حاجة بنتكلم من الاطعمة اللي بتهتوى على كمية عالية من السكر كل حاجة بالسكر كل حاجة ناشويات الرز والمكارونة والبطاطا والبطاطس والعسل والمربة والحلاوة وكل هذي الاشياء يعني شعاري في اللي حصل يا جماعة ايه اللي حصل معايا سمعيني بس اه 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 فهنا دلوقتي جزاكم الله خير يا صاحب اله ال اه ال 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 الوقتين او الرجم هي جبتيتهم لي جزاكم الله خير مش عارف مين ده الحمد لله والله كلاما انا بخير يا فخامة سعدك المهم دلوقتي يا جماعة يبقى حتى نقول tiếp região ايه انه ما بناكل الرز والمكارونة والا والا وال وال و ال وال و اجبات السريعة والمقليات والمشروبات الغازية وما ادرك ماذا المشروبات الغازية. المشروب الغازي هي استخدام واحيد انت ممكن تستخدمه فيها معدل معدل شرب ايه هو تعرف ايه هو افضل افضل فائدة للمشروب الغازي المشروب الغازي ده ممكن نستخدمه كافضل ملمع للأسطح لو انت عندك سامولة مصدية افضل ملمع للأسطح على وجه الارض مشروبات الغازية